السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الخميس 24 تشرين الأول أكتوبر القمر اليوم موجود في برج السرطان ورح يظل موجود في برج السرطان لغاية الساعة 25 و23 دقيقة من صباح اليوم الخميس بتوقيت جرينتش بعدها بدو ينتقل لبرج الأسد ورح يظل موجود في برج الأسد لغاية الساعة 47 دقيقة بعد عصر يوم السبت القمر الآن موجود في منزلة الجبهة وهي منزلة للصلح واتفاق الشركاء والضغط على العدو ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية بعد قليل يعني بعد موعد بث الحلقة اللي هو ساعة 49 و43 دقيقة من مساء الخميس بعدها بدو ينتقل القمر من منزلة الجبهة لمنزلة الزبرة وهي منزلة للربح والحرية والصلاح والإصلاح القمر بما إنه ما زال موجود في برج السرطان لغاية الساعة تقريبا ساعات الصباح معناته خلال هذا الوقت منشعر بقوة المشاعر والعواطف وحساسيتنا الزائدة من أي شيء حتى لو كان بسيط ومن حاول خلق جو من الأمان إنها ولا أحبانا ولا أطفالنا ومن ميل للقيام بأشياء بتجعلنا سعداء من ناحية أخرى لدينا بعض الذكريات اللي ممكن تجعل البعض منها يضرف الدموع أثناء تذكر الماضي إحنا بحاجة للمزيد من الاهتمام للأكل والشرب ومراقبتهم بشكل جيد لأن الشهية بتكون مفتوحة لتناول الكثير من الطعام يجب تجنب انتقاد الآخرين لأن حساسيتهم بتكون في ذروتها يمكننا شراء أو استئجار أو بيع عقار أو إعطاء المزيد من الاهتمام لأطفالنا وقضاء وقت ممتع في المنزل أو مع العائلة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا الساعة وحدة فجرا أي بعد منتصف الليل في زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين نبتون هذه الزاوية بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث وعليف أنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل وهو الوقت المناسب للراحة بتزيد حساسيتنا ورومانسيتنا وبتمنحنا كفاءات للأعمال الفنية أو للروحانيات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون الساعة أربعة وسبعة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش تدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين من من حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة وبتتوجه اهتماماتنا للأمور الخفية والغامضة وبردو بتقوي من شهوانيتنا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي للقمر يعني رح يبدأ الساعة أربعة وسبعة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش وبينتهي الساعة خمسة وثلاثة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة خمسة وثلاثة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش خلاص القمر بانتقل بيستقر في برج الأسد عشان هيك من ساعات الصباح بصير الناس من حولنا في هذا الوقت أكثر كرما مما اعتدنا عليه ماديا وعاطفيا وبينصب التركيز على الفرح والترفيه والتجميل وممارسة الهوايات ومشاركة العاطف مع الحبيب يمكننا التواصل مع المسؤولين ومحاولة إجراء استفسارات ونصائح بشكل صحيح وبإمكاننا تعزيز العلاقة مع أحبانا وأبنائنا ويمكننا أن نقترض المال برضو جيد للاستثمار أو شراء المجوهرات الثمينة ومنكون جريئين ومنرتد الملابس الأنيقة ومنهتم بمظهرنا الخارجي اللي بيلفت انتباه الآخرين الساعة ثمانية ودقيقتين صباحا بتوقيت جرينتش زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين الشمس يعني رح يكون نصف بدر أكثر المتضررين من هاي الزاوية هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية لأنهم في هاي الفترة بيتجهوا لتنفيس من خلال صرف النقود بإسراف دون حساب وبتزيد من ضعفنا ومننا للفوضى والتقلب وبتكون أون عنها بعض الرغبات اللي ممكن تأدي لخيبات أمل وخصوصا عاطفية لازم نراقب كلامنا وتصرفاتنا لأنه ممكن نأذي فيها الآخرين دون أن نشعر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الزاوية الأخيرة وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون الساعة 9 و42 دقيقة مساء بتوقيت جرينج بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم وبتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أنه نعيش أوقات ممتعة جدا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية لإلها من الآن وحتى ساعة الصباح عنا المعدة والكبد والصدر الغشاء المخاطي، المبيض، الرحم، المهبل، الثدي، غشاء الجنب وغشاء الصفاق والجهاز اللينفاوي وعظم الصدر أما من ساعات الصباح وما بعد بصير أن القلب، الشريان الأورطي، دورة دموية، ضغط الدم معدل ضربات القلب، العمود الفقري، والظهر، والجانبان هاي الأعضاء اللي بتصير أكثر حساسية طبعا بالنسبة لباقي أعضاء الجسم ما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية خلال هذا اليوم أيضا هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو الطرق التقليدية يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه رح يستقر في برج الأسد من ساعات الصباح ولو المسار القادم بيكون يوم السبت بيبدأ الساعة ثمانية وثلاث دقائق صباحا بتوقيت جرينج وبينتهي الساعة ثلاثة وسبعة واربعين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينج عمر القمر طبعا اليوم هو المربع عمره 22 يوم في تمام الساعة تسعة واثناشر دقيقة مساء بنبدأ باليوم الثلاثة وعشرين نسبة الإضاءة نهاية اليوم أربع واربعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 21-11 منتحس بنسبة أربعين في المية القمر في السرطان لغاية ساعات الصباح وبعدها بدينتقل لبرج الأسد ورح يظل موجود في برج الأسد ليوم ستة وعشرين عشرة سعيد العام بنسبة خمسة عشر في المية ساعات الفجر سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية ساعات الصباح سعيد بنسبة ثلاثين في المية ساعات العصر سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية ساعة المساء سعيد بنسبة 15% عطارد في العقرب حتى يوم 2-11 سعيد بنسبة 45% الآن ساعة الصباح سعيد بنسبة 15% الزهرة في القوس حتى يوم 11-11 منتحس بنسبة 15% المريخ في السرطان حتى يوم 4-11 سعيد بنسبة 60% المشتري في الجوزاه بيتراجع حتى يوم 4-2 منتحس بنسبة 60% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 31 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 17 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي حتى يوم 19-11 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل من الآن وحتى ساعات الصباح بظل إنشغالاتكم في أمور إلها صلة بالبيت والعائلة أهم شيء إنما تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة أو المقربين وبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم حاول إنك تخصص وقت من وقتك للاهتمام بالعائلة من ساعات الصباح وما بعد بتبحثوا عن قاسم مشترك يجمعكم بأحباكم وبتعيشوا اليوم لحظات سعيدة ناجحة وانفراجات وتطمينات ورومنسيات برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بتنشطوا في السفر والاتصالات لغاية ساعات الصباح ولكن بتكونوا أكثر صبرا على الطرقات بظل فترة مناسبة لاجتياز امتحان وبتتمتعوا بطاقة فكرية وجسدية كبيرة دافوا عن مبادئكم ولكن بليونة ودبلوماسية أما من ساعات الصباح وما بعد بتعيدوا تنظيم أموركم البيتية والعائلية ممكن يطرأ عضو المنزلي أو حدث عائلي أهم مش أنك ما تحاول فرض وجهة نظرك على محيطك أو على أحبائك وخصص فترة من وقتك للاهتمام بمتطلبات البيت والعائلة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة من الآن وحتى ساعات الصباح بظل في فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يسترد أموال بتعود له أو ممكن يحصل على هدية ولكن بتكون تخففه من النفقات وحاولوا أنكم ما تبالغوا أو ما تتهوروا باستثمار أموالكم أما من ساعات الصباح وما بعد هنا بتنشطوا في السفر والاتصالات ولكن بتكونوا أكثر وعياً أثناء الحركة أو أثناء قيادة السيارة على الطرقات قدرة الإقناع عندكم عالية وأيضاً تتمتعوا اليوم برغبة عالية للتواصل مع المحيط برج السرطان بالنسبة لما وليد برج السرطان طبعاً أنتوا عندكم نشاط عالي اليوم أكثر من الأيام الماضية وحيوية عالية وقدرة على إنجاز الكثير من مشاغلكم أهميش أنه ما تترددوا في فرض وجهة نظركم ممكن تحققوا انتصار أو تظهروا مزايا من الآن وحتى ساعات الصباح من ساعات الصباح وما بعد أنا بتنهمكم في ضبط ميزانيتكم ابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة أيضاً هذا اليوم بعضكم ممكن يسترد أموال بتعود له أو ممكن يحصل على هدية برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعاً من الآن وحتى ساعة الصباح بظل التعب مسيطرة عليكم لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب ساعة الصباح بوصل لعنكم حاولوا أنه بهذا الوقت إن كنتين جزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل وإخلدوا للراحة صحيح أنه ممكن تكونوا مرهقين قليلي الحماسة ولكن من ساعات الصباح الأجواء بتتغير بشكل إيجابي بتمتلقوا نشاط وحيوية خلال هذا اليوم وبتنقلب بعض الخيارات والتوجهات لتناسب وضعك وبتتمتعوا بالقدرة على قلب المعطيات لصالحكم بتصيروا نشاطين جداً حيويين أكثر أهم إشي إنه اليوم ممكن تحققوا انتصار أو يجيكوا خبر بتنتظروا برج العذرة بالنسبة لما وليد برج العذرة طبعاً القمر بتتجه لا بيت متاعبكم فعشان هيك حاولوا أنكوا تنجزوا وتتمموا الأعمال الضرورية والمهمة قبل ساعات الصباح من الآن وحتى ساعات الصباح بظل فيه نشاط اجتماعي ممكن تلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة ولكن بدكوا تتجنبوا انتقاد أي شخص وما تتخذوا أي قرار حاسم من ساعات الصباح بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم أهم إشي إنه خلال الفترة القادمة لغاية يوم السبت لا تبقوا على عقد ولا تحسنوا أمر لأنها فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بتتركز جهدكم نحو عملكم من الآن وحتى ساعات الصباح وعلاقاتكم بالمسؤولين وبوسعكم إثبات جدارتكم والدفاع عن مصالحكم وسمعتكم وبالظل فترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل بس أهم شيء بدون مغامرات وبجلون أي مجازفات من ساعات الصباح بتنشطوا بين الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفل أو مناسبة سعيدة أو ممكن يعني تتوجه لكم دعوة بدكوا تتجنبوا انتقاد أي شخص خلوا كلامكم واضح أي فترة مناسبة لطلب استشارة أو تأييد من أحد الأطراف وإنت بتمتلك القدرة على التواصل ومن الضروري حجد الدعم أيضا برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتنشطوا بتسفر للتصالات البعيدة لعلاقات مع الأجانب ولكن بتكونوا أكثر صبرا أثناء قياة السيارة في الشوارع المفتوحة ممكن تفرح لانفراج أو مسألة طاغطة من الآن وحتى ساعات الصباح وبالظل فترة جيدة ومنعشة للعلاقات والتحالفات أما من ساعات الصباح وأنا بتكونوا تحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية بصير هذا اليوم أو الأيام القادمة لغاية يوم السبت مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ولكن بتكونوا تجنبوا الخلافات وتسعوا لتلطيف الأجواء وحاولوا ما تتخذوا قرارات حاسمة متسرعة يعني إذا كتراجع نفسك وما في داعي للمجهزفات ولا للمغامرات برج القوس بالنسبة لما وليد برج القوس طبعا بظل من الآن وحتى ساعات الصباح إنشغالكم الأكبر في ضبط شؤونكم المالية المشتركة ورغم النفقات إلا أنه اليوم برضو بيحمل فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض حاولوا انكتساروا لتصحيح الأقطاع واستعادوا الثقة الآخرين أما من ساعات الصباح وما بعد بتنشطوا بالسفر والاتصالات البعيدة العلاقات مع الأجانب الامتحانات الجامعية كونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن أو بالشوارع المفتوحة ممكن تفرح لا انفراج ولا مسألة ضاغطة أو كان تم أرقيتك بالفترة الماضية وهي فترة جيدة ومنعشة للعلاقات والتحالفات ولكن بدك تحاذر من بعض المتاعب أو الوعكات الصحية برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة شراكة مالية عاطفية من الآن وحتى ساعات الصباح وبظل القمر موجود مقابلكم جيدة انك تبحثوا عن قاسم مشترك يجمعكم بشركاكم سواء العمل أو العاطفة وبظل هاي فترة متوترة حاول انك ما تتورط في أزمي ما أما من ساعات الصباح وما بعد بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة أنجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت وحاولوا تنفيذها دون تردد وما تلتهوا بالأمور الثانوية بعضكم ممكن يهتم أو يكون عنده واجبات معاملات رسمية أو وثائق أو تدقيق في بنك أو ضريبة أو أموال الغير برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا القمر الآن بتتجه لمقابلتك بيتراكم العمل من الآن وحتى ساعات الصباح أكثر فأكثر بصير عليك مسؤوليات أكثر بتلاقي طاقتك ضعفة حاول إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم وحاولوا ما تدخلوا في مواجهة مع زملائكم بالعمل بتكثر اللقاءات والاجتماعات وممكن تضطر لعمل وقت إضافي من ساعات الصباح بترغبوا في تعزيز شركاتكم ولكن بتكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم سواء الأزواج أو شركاء العاطفة أو شركاء العمل وبتكونوا تحاذروا من الخلافات وما تضخم الأمور برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بتشتاد رغبتكم في التقرب من أحباكم ومتعزيز العلاقة معهم من الآن وحتى ساعات الصباح حاولوا تفهم وجهة نظرهم وما تبالغوا في طلباتكم منهم وما تفرضوا سيطرتكم عليهم ممكن يكون فيه إنجاز أو انتصار أو تنمو بعض العلاقات وتزدهر أما من ساعات الصباح بتكونوا تنتبهوا لصحتكم أكثر لأن القمر رح ينتقل لبيت العمل والصحة فبيبدأ العمل بتراكم أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير منها عشان هيك بيتوجب منكم تنظيم وقتكم بشكل جيد وتنظيم أعمالكم ومراقبة صحتكم هيك منكون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر